عقد مجلس الأمن الدولية جلسة طارئة حول اختيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وخلال الجلسة قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن عمار بن جامع إن المنطقة على شفير الكارثة بعد ارتكاب إسرائيل عمل إرهابي باختيال هنية في طهران وضف بن جامع أن استهداف المدنيين بغزة وبيروت يمثل فضاعة أخلاقية ووصمت عهر على جبين البشرية مشيرا إلى أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الصمت إزاء هذا القدر من إراقة الدماء وإزراء القانون الدولية ومن جانبه قال مندوب إيران بمجلس الأمن أمير سعيد عرفاني إن اختيال هنية مظهر آخر من مظاهر الإرهاب الذي تنتهج إسرائيل منذ عقود وأضاف عرفاني أن الجريمة الأخيرة هي جزء من مصار أوسع يسلكه الكيان الإسرائيلي في المنطقة بدعم استخباراتي من الولايات المتحدة وأضاف مندوب إيران أنه لا يمكن للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أن يظل غير مبال بجرائم إسرائيل من جانبها قالت نائبة المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة فداء عبدالهادي إن الاحتلال الإسرائيلي واصل عدوانه على الشعب الفلسطيني دون أي قيود وأكدت نائبة المندوب الفلسطيني أن مجلس الأمن فشل في القيام بواجبه في العمل على فرض وقف لإطلاق النار مجددة الدعوة للمساءلة عن انتهاكات إسرائيل لسلامة أراضي وسيادة الدول في المنطقة بما فيها دولة فلسطين حمل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج بلد عبدالعاطي ونظير الأردني أيمن الصفضي إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير الذي تشهد المنطقة جراء العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانتهاكات القانون الدولي والممارسات غير الشرعية في الضفة الغربية والاختيالات السياسية أيضا وخلال اتصال هاتفي طالب عبدالعاطي وصفضي مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ملزم يفرض على إسرائيل وقف عدوانها على غزة وخرقاتها المستمرة للقانون الدولية وأكد الوزيران ضرورة العمل على التهدئة للحيلولة دون انزلاق المنطقة في صراع إقليمي شامل يعصف بالاستقرار في الشرق الأوسط استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي سيارة قرب مدخل مخيم المغازي كما قصفت قوات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين ببلدة الزويدة وسط قطاع غزة مما أصفر عن شهداء ومصابين استقبل محافظ شمال سيناء خالد دامجاور وفدا رفيع المستوى من شركة فيكا الفرنسية وأكد المحافظ على أن صناعة الأسمنت من أهم الصناعات التي تساهم في زيادة الاقتصاد القومي بجانب توفير الاحتياجات الأساسية للمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة شهد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جانبا من فعليات مهرجان العالم عالمين في دوراته الثانية بمدينة العالمين الجديدة وأشهد مدبولي بالدورة التي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية من خلال مهرجان العالمين في تسليط الضوء على التنمية التي شهدتها المنطقة الساحل الشمالي الغربي